انتوا لجيح دين هالأب مجددا صعد أمين عامي حزب الله حزر نصر الله باتجاه الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من دون أن يأبها للضرر الذي تلحق مواقفه باللبنانيين عموما نصر الله الذي يؤكد في كل مرة المؤكد بأنه جندي في ولاية الفقيه أسهب بتعداد الدول التي قاتل فيها عناصر من حزبه ملفت للنظر الوقاحة التي تكلم فيها سيد حسان حديثه عن أنه هو عم يدفع على المصالح اللبنانية وقتل بيحارب السعودية بسوريا غريبة فعلا وبالعكس اللي لازم يحل عن التاني هو سيد حسن إذا بيحل عن دول الخليج لأنه عملنا مشاكل معه هو لازم يحل عنه من خلال خلايا الإرهابية اللي عملها من أن يتدخلوا بحرب اليمن إعلانوا عن تدخلوا بسوريا بالعراق الجرائم والإرهاب اللي عم يرتكبها بسوريا وبالعراق بالإضافة إلى كل ما حدث في لبنان وأيضا بكل صراحة المطلوب أنه يحل عن اللبنانية يبقى أهلا وسهلا فيه كزعيم سياسي لكن ليس كقائد ميليشيا بالشعب اللبناني يرفض حسن نصر الله كقائد ميليشيا وقاقة قوة مسلحة وسلعة غير الشرعية واضح أنه سيد حسن غير معني بمصالح اللبنانية معني فقط بالمصالح الإيرانية بالمنطقة وأصبح أفضل تعبير لقلو أنه هو يعبر عن تقاطع المصالح الإسرائيلي الإيراني في المنطقة دمر جيش السوري دمر الجيش العراقي ما بقى فيه كيميائي استراتيجي ما بقى فيه نووي إيراني استراتيجي إسرائيل ارتحت فاليوم المعركة ضد دول الخليج هذا شي بريح كمان إسرائيل أنا ضد العرب أحلى خبرية بيخبرنا إياها سيد حسن أنه المملكة العربية السعودية عم تحارب الرئيس الأسد لأنه الرئيس الأسد قاوم إسرائيل وين قاوم إسرائيل؟ من 40 سنة وقوات الأسد وقوات كان الأب أو الإبن هي عم تشكل الحارس في الجولان للحدود الإسرائيلية وإسرائيل كانت أفضل مدافع في واشنطن عن الأسد مشاناك الولايات المتحدة ما أخذت موقف من الرئيس الأسد وجه فوق من روسي اللي عم ينسق مع إسرائيل نصر الله بدى غاضبا من وضع مجلس تعاون خليجي لحزبه على لائحة المنظمات الإرهابية اللي بيمارس الأعمال الإرهابية شو بدون يقولوا عنه؟ اللي بيلاقوا فيه خلايا إرهابية بالكويت وخلايا إرهابية بالسعودية وعم يتدخل باليمن لقصف الأراضي السعودية وعم يحضر لعمليات تفجير بالرياض مثل ما نحطت على شو بدون يسموه غير إرهابي لا بكل صراحة حتى بلبنان نتحك على حالنا لبنان المشكلة أنه كتير من السياسيين ما زالوا عم يعيشوا الهاجس تبع سبع أيار ولكن بالحقيقة ضمنيا كله بيعرف أنه ما مارسوا حزب الله في لبنان هو إرهاب أيضا إرهاب وقت لحمى قتلت الرئيس الشهيد رفيق الحريري إرهاب وقت لكتحن بيروت إرهاب وقت لحمى محمود الحايق اللي كان بده يقتل بطرس حرب إرهاب وقت لمنع وتكوين حكومة 14 دار بعد 2009 وبيقول نواف الموسى وإذا لفتوا حكومة أكترية بتبقى على الورق إذا بقي فيه ورق بالبلد خطاب تحريضي واستحضار مذهبي طبع كلام نصر الله الذي دعا أن حزب الله وإيران دافعا عن المسلمين في البوسنة وهو ما يضحضه الرئيس البوسني علي عزة بيجوفيتش نفسه والذي كشف سابقا أن طهران أرسلت مبعوثا عرض عليه المساعدة لمواجهة الصرب شرط السماح للإيرانيين بنشر عقيدة ولاية الفقيه فرفض الأمر رفضا قاطعة